الحمد لله منذ ثمانية ايام لم تسجل ولا حالة بفيروس كورونا في محافظة اربد طبعا احنا وضعنا الوباء طبعا وضع ممتاز الناس عندهم مفاهيم ممتازة حول خطورة هذا المرض وهذا دليل وعيهم وحضارتهم وثقافتهم احنا عندنا حوالي ثمن مناطق ما زالت معزولة لغاية الان بعد ان تم رفع عمارة في شارع القدس في منطقة البارحة ان شاء الله يعني امورنا يعني مسيطر عليها والامور الممتازة في عندنا الحالات اللي موجودة في مستشل ملك المؤسس يعني في طور الشفاء ان شاء الله تباعا رح يخرجوا امورنا ممتازة رجعت يعني الحمد لله احنا بنحكي كمنظومة واحدة كدولية طبعا بهمنا ان نظرنا متبعين وفرق الاستقصاء الوبائي يوميا بتاخذ عينات في محافظة اربد ومجهود كبير لجان الصحة حقيقة يعني لجان الاستقصاء الوبائي احنا كلجنة تنفيذية متابعين كل الامور اللي محيطة بهذا الوباء وان شاء الله نتغلب عليه كدولة اردنية زي ما اعهدنا سيدنا وزي ما سيدنا اللي الخطوات الاستباقية اللي اخذها وحكومتنا الموقرة اللي اتخذتها في هذا المجال وان شاء الله رح نكون داما يعني شعل حضارية في كل العالم والعالم ينظرنا على ان دولة متجذرة حقيقية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة